ثم قال تعالى في سورة النصر إذا جاء نصر الله أفن نعم إذا جاء نصر الله والفتح المقصود بالفتحنا فتح مكة فتح مكة وفتح مكة أعظم فتح كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك بعده آمنت جزيرة العرب برمتها وكان العام الذي بعده والذي بعده وهو السنة التاسعة والعاشرة الهجريتين تسميان عام الوفود كل وفود العرب وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حج به من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة العاشرة مئة وعشرين ألف من أطراف جزيرة العرب وقيل مئة واربعون ألفا فإذا جاءك يا محمد نصر الله وفتحت عليك مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني في السابق كان يدخل واحد واحد الآن صاروا يدخلون قبيلة قبيلة أفواجا أفواجا أمما أمما وهذه من أعظم نعم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن رأى هذا الفتح وهذا النصر في حياته عليه الصلاة والسلام ثم أعلن الله عز وجل له وأمره أن يحمده وأن يشكره وأن يستعد للموت قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أمره بثلاثة أمور أن يسبح الله جل وعلا وأن يجمع مع التسبيح الحمد وأن يجمع معهما الاشتغفار وهذا إعلان لنهاية حياته عليه الصلاة والسلام ولذلك لما سمعها أبو بكر رضي الله عنه بكى وعلم أن حبيبه قد حان فراقه